ويرجعنا لكو تاني من الفاصل وقبل ما نبدأ فقرتنا حابة رحب زميلي علي وساميرها أهلا بيكو يا علي وأهلا بيكو يا علي وأهلا بيكو يا علي وإيه الأخبار جمعا النهاردة يا ميرها هنتكلم مع النصصية هي كانت بمثابة أخت لفنانين وفنانات جيلها وحاليا هي أم لفنانين وفنانات الجيل ده كمان يا علي من انساش ان هي رمز الطيبة والحنان وان هي كالتاني فنانة نصرية تمثل دور الأم في سنه صغير جدا فنانتنا هي عطيات محمد البدري أول ملقبة بماما نونة طبعا كريمة مختار محدش يقدر ينساها ولا ينسى أعمالها الجميلة الفنانة الجميلة كريمة مختار اتولدت في 16 يناير عام 1934 ودرست فنون مصرحية رغم أن أهلها كانوا معترضين على فكرة الفنون المصرحية والتمثيل بسبب الإشعاعات اللي كانت منتشرة عن الممثلات في الوقت ده بس هي حابة تحقق حلمها وكمان دخلت الإزاعة بحيث إرضاءا لأهلها وعملت برامج كتير قوي في الإزاعة كان أهمها برنامج بابا شارو مع الإعلامي بابا شارو وكان ده بابا شارو هو كان بنقطة تحول في حياة زواج الفنانة كريمة مختار لأنها قدرت عن طريقها أنها تتعرف على زوجها نور الدمرداش اللي هم حاليا قدروا ينجيبوا أربع أولاد كمان كان بداية تعرفهم وسلسل إزاعي كان ده بداية حبهم رغم أنهما كانوا أصدقاء وزميل في المعهد بس ده كان بداية حبهم وساعتها نور الدمرداش تقدم لها بس هي رفاضيته لأنه كان معروف ساعتها بأنه هو دون جوان البنات وكمان كانت هي عايزة تكمل دراستها بس خفت دم نور الدمرداش خلت كريمة مختار أنها تعيد التفكير تاني في الجواز وفعلا يا علي تجوزه أنجبوا أربع أولاد أشهرهم الإعلامي الشهير معتز الدمرداش كان أهم أعمال كريمة مختار في السينما كان البخيل وأنا وكان ساعة ونص وكان الفرح وأعمال كتيرة كان من ضمنها طبعا الحفيد الحفيد اللي عملت فيه دور مهم جدا وأثرت علينا به وكان مختلف تماما قدت دور الأم اللي بتهتم بأولادها وبدورهم وباحتياجاتهم وما أهمالتش في نفسها وما أهمالتش في زوجها حتى بناتها اللي كانوا متجوزين كانت بتهتم بيهم وباحتياجاتهم وطبعا يا أميرة ما تنسيش فيلمي التمن الحرية اللي هو كان بداية نقطة التحول في حياة الفنانة كريمة مختار وده عن طريقه كمان قدروا أن هم يفتحوا طريق جديد لعديد وكتير جدا من الأعمال اللي قدروا هم يقوموا بيها كمان يعني أنا بتفق معاك في الرأي ده بس كمان من ننساش أنها أثرت فينا في السنينما المصرية كمان أثرت فينا في التلفزيون عملت مسلسلات كتيرة جدا ما أثرت معينا كلنا أشهرهم البخيل وأنا نحن نزرع الشوك أخرهم كان دلع البنات اللي قامت فيه بدور الخالة سندوس مريضة الزهايمر وطبعا كان أكتر شخصية أثرت فينا هي شخصية ماما نونا طبعا هو ماما نونا هو كان شخصية مدام كريمة فيه كانت جميلة جدا لأنها كانت بتمثل جزء كبير جدا من أمهاتنا الأمهات اللي حنونا بس للأسف هي كانت أيمة بتدور بشكل مبالك فيه لدرجة أن دلعها لابنها كان سبب من أسباب فشل في حياته طبعا ما نقدرش ننسى المصرحية الوحيدة اللي عملتها واللي لسه بنتفرج عليها لحد دلوقتي في العيد وبنهتم بيها وبنعود قداما وهي مسرحية العيال الكبرت اللي قدمت فيها دور مناقض تماما لدور زينب في الحفيد اللي هي الست المهملة في نفسها كل اهتماماتها أكلها شربها بس ماهتمتش حتى بجوزها لدرجة أنه فكر يتجوز عليها ينسى عارفة كمان يا أميلا أن فنانتنا رغم كل النجاحات والأعمال اللي عملتها دي ما قدرتش تبعد عن الإزاعة ورجعت تاني شاركة فيدى بلاجة فيلم تركي اسمه أشجار وزلال باللهجة المصرية الفيلم ده كان بينائش علاقات أسرية بطيقة كوميدية وكمان اللي كتير ما يعرفوش عنها أنها أخت الإعلامية والإزاعية الشهيرة عواطف البادري وكمان يا سميرة في نقطة كمان عايزة أضيفها على كلامك أن مدام كريمة مختار شاركت كتير جداً في حملات من التوعية زي حملات تنظيم الأسرة ومصر أصدى باي فايرت أنفوانسة طيور فايرت أنفوانسة طيور آه الحملة اللي عملتها وخدت جايزة عليها من منظمة اليونيسيف ووزارة الصحة كمان كمان خدت جوائز كتير كمان يعني إضافة على كلامك فإنها أفضل ممثلة لدورها في مسلسل يتربى فعيز دو شخصية ماما نونا من المهرجان الإعلام العربي التلاتاشر وكمان خدت جايزة عن مجمل أعمالها من مهرجان القومي المصرح وكمان الأسكار السينما المصرية إداها درع التكريم كمان مش عايزين ننسى دورها نحن لنزرع الشوك لأن الدور ده كان مميز جداً لأن هي الفنانة الوحيدة اللي قدرت تاخد الدور ده في الفيلم وفي المسلسل وده كان دليل جامد جداً عن جدارتها لأداء الشخصية دي وكلامها اللي أثر وارتباطها الكبير بالشخصية وكان كمان من ضمن الكلام اللي أنا عايزة أضيفه بالنسبة لشخصية ماما نونا إنها فعلاً قدرت مدام كريمة مختار أن تتخلي الشخصية دي محور حتى من بعد انتهاء السباق الرمضاني محور مواضيع كتير جداً في البرامج والقنوات تمام صح كمان وكمان عايزة أقول لك كمان أن هي عمل ودمية على شخصية ماما نونا من كتر الناس كلها ما حبت الشخصية ديت وشخصياتها طبعاً كلها في مسلسل البخيل شخصية الزوجة الصبورة جداً اللي بتستحمل قد إيه بوخل جوزها وفضلت عايشها معي كل الوقت ده كمان على المستوى الشخصي بين زملائها كله أجمع إنها شخصية طيبة الأم اللي بتظهر لنا على الشاشة اللي بتظهر بقد إيه هي أم طيبة جداً وكويسة جداً كمان مع زملائها كانت كويسة وبتساعدهم أي حد كان بيقع معي ومشكلة كان بيلجأ لها طيب إنتوا عارفين يا جماعة حبت نور الدمرداشي إزاي أو إيه قصة حبوهم حدا فيكو يعرف اه لأ bilang طيب هما كانوا زميل في المعهد العالي للفنون المسرحية وكانوا زميل طول فترة المعهد لحد ما جمعتهم المسلسل العصابة اليد السوداء في الإزاعة وبدأ ساعتها نور الدمرداشي يحبها وأعجب بيها جداً عشان خفت دمها وتبطها وأن هي على طبيعاتها بس هو ساعتها زي ما ساميرا قالت انه كان دونجوانا البنات ده فانانة الكريمة مختار كانت ده قلقها جدا وخليها تخاف على مستقبلها السينمائي والفني اللي عفرت عشان توصله فده خليها تبعد عنه ورغم انها تخطبت لكذا حد بس خوفها وحبها للفن الشديد جدا خليها تحافظ على ده بس طبعا نور الدمرداش اكيد كان ليه كارزميته الخاصة اللي خليها في الاخر تردخ لفكرة الجواز وفعلا تقدم لها رسمي وتجوزوا وعملوا اجمل عيلة وعاشوا اجمل نجاحات مع بعض جدا هو صراحة استاذ نور الدمرداش مغلطش انه هو لما اختار شخصية زي شخصية مدام كريمة مختار انها قدرت باختصار تاخد منها روح امهاتنا وجدتنا وتقدمها لنا كمان على الشاشة يعني احنا كلما كنا نتفرج عليها كان فعلا بتحس معها روح الام والجدة ده حاجة الحاجة التانية ان مدام كريمة مختار اصلا ما كانتش بس امي او اخت بالنسبة لادوارها في التليكيزيون او على الشاشة بل بالعكس كمان هي فعلا كانت ام واخت لجميع زملائها اللي معها في الليكيشن او اللي معها في الاستوديو كمان من انساش ان فنانتنا الكريمة مختار رغم كل الطيبة والحنان وان هي حد هادي جدا بطابعه جالها خبر قبل ما تموت بشهر ان كناية فضائية زاعت الخبر انها توفت الخبر ده قصر عليها جدا يا علي وده خلينا نقول ان السوشيال ميديا في احيانا كتير بتقصر على نفسية البنيادة بسبب الاخبار الكذابة اللي بتزحى ان خلت فنانة ممكن وصل بها مرحلة انها تخش بحالة نفسية او كتئاب بسبب ان تلعناها خبر وداعا كريمة مختار وده خبر احنا دلوقتي بنسمعه كتير قوي وفكرة اشعاعات السوشيال ميديا اللي اكيد قصرت على الفنانة كريمة مختار بس لسه بتقصر على فنانين كتير قوي بيتعرضوا لاخبار ممكن تكون بتأذيهم احنا مش عارفين بتأذيهم ازاي ناس مش عارفين حالهم ايه او ايه الظروف اللي قدت ان هما يعملوا الموقف ده او يتحطوا في الموقف ده ممكن اي حد فينا اعتقد يتعرض لموقف زي ده هو من الناس اللي اتعرضت فعلا من الموقف دي هو الفنان حسن حسني اتعرض او نزل على السوشيال ميديا كزا مرة بوفاته لدرجة ان هو وصل ان هو نزل تويتر على التويتر وعلى الاستجرام اللي هو بيكلم فيها بيقول انا لسه ما متش انتولين المستعجلين على موتين او كمان مش فنان حسن حسني بس اكتر من فنان قبل موته في مارده فنان نور الشريف فنان محمود ياسين برضو نزلوا اخبار قبل وفاتهم ان هما ماتوا وكمان اكتر اخبار نزلت كمان على اكبر فنان اللي هو عيد الامام نزل الفاترة كتير جدا ان هو توفى مع ان هو عايش وكان حاضر فرح ابنه خلينا نقول ان السوشيال ميديا زي ما هي بتوصلنا للناس لازم يبقى ليها حد لازم يبقى ليها قانون تمشي بيه لازم نبقى بالرعي مشاعر بعض وما نضايقش بعض وخلينا نقول في اختام فقرتنا دي قبل ما ندخل للفقرة الجاية اللي هنتكلم فيها برضو عن حد قصر فينا يمكن ما خدش وقت طويل عشان يقصر فينا بس اعتقد رسالته وفترة حياته كانت مهمة بالنسبة لنا ورسالة نقدر نستفيد منها انا كنت مبسوطة معيكو يا ساميرا ويعلي بجد تشرفت بيكو جدا احنا اقتل تشرفت بيكي وفقرة جميلة جدا ويوم النهاردة لطيف جدا بيكو سعيدة جدا انا كنت معيكو النهاردة بجد انا بجد كنت مبسوط جدا لانا معيكم وانا شاركت معيكم النهاردة الفقرة دي والحلقة دي خليني نطلع فاصل ونرجع تاني مع فقر